اشتركوا في القناة مش عارفة ليه مزال موضوع الكنائس وتعصر في انه يحصل بناء كنيسة او ترميم كنيسة بالرغم من القانون اللي حصل عليه والليلة طبعا وسعادة قانون بناء الكنائس او قانون بناء وترميم الكنائس لغاية دلوقتي عندنا مشاكل في اماكن كتير عزبة فرجالة بمحافظة المينيا ايضا والمينيا طبعا بتتصدر ايضا امور كتيرة في الاحداث والمشاكل اللي بتحصل هما كان عندهم كنيسة والكنيسة دي حصل فيها مشاكل ويعني دلوقتي المفروض انه يكون في اعادة انشاءها مفيش فايدة عدى المفروض القانون بيقول ان اربع شهور يتم البت طيب والاربع شهور عدوا محدش بت في اي حاجة فما كانش بايد اقباط عزبة فرجالة بمحافظة المينيا غير ان هما يتظاهروا ويطالبوا باعادة النظر في قانون بناء وترميم الكنائس ده اللي طالب بيه المبادرة المصرية هما بيطالبوا بانه الكنيسة يعني عايزين كنيسة المظاهرات دي كانت اول امس السبت داخل مقر مترانية ساملوت وكانت يوم الاحد انبارح بالعزبة نفسها عزبة فرجالة وهي تابعة المركز ساملوت محافظة المينيا هما مش عايزين حاجة كبيرة يا جماعة عايزين حقهم في انه يكون في مكان صلاة هما بيطالبوا باعادة انشاء كنيسة قديس يوسف وابو سيفين بالعزبة وده بعد ما كان فيه تنفيذ قرار بهدم الكنيسة اللي كانت بتقام فيها السلوات والقرار الهدم ده كان في يوليو 2021 مبنى الكنيسة كان تدمر بالكامل في عام 2016 بعد حريق نشب فيه ولم تعلن جهات التحقيق اسباب الحريق حتى الان ما علينا طبعا يعني مسك هربائي يعني وكل شوية نسمع عن حريق طيب طيب دلوقتي احنا عملنا قانون وهللنا عليه واتبسطنا جدا بان فيه قانون والناس دي عايزين دلوقتي كانت فيه كنيسة كنيسة كانت موجودة اتحرقت عايزين نبنيها ايه المشكلة بقى؟ مش عارفين طبعا الاهالي بيقولوا طبعا ان الصلاة توقفت منذ ذلك التاريخ وبيقولوا ان غالبا يعني هم بالنسبة لهم دلوقتي شايفين ان الحريق ده كان بفعل فعل 421 الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2021 الخاص بتوفيق اوضاع 82 كنيسة ومبنى تابع ونصة المادة التمنى من القرار على عبارة ينفذ قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط بمحافظة المينيا بهدم مبنى كنيسة القديس يوسف وابو السفين بعزبة فرجالة في ساملوت حتى منسوب سطح الارض على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية طيب ماشي احنا كده هنجيبها لسطح الارض عقب ذلك تقدمت الكنيسة بطلب ترخيص للهدم من محافظة المينيا وهو تمت الموافقة عليه الكلام ده تمام والمسطح كان 800 متر للكنيسة ونفذ هزا القرار في يوليو 2021 وبعدين بعد ما تهدمت بقى الكنيسة خلاص بنطالب باعادة بناء ولكن للان الى الان لم تتلقى الكنيسة اية ردود من الجهات الادارية والامنية وده يعتبر بالمخالفة القانون بناء الكنيس اللي بينص على انه لما يتم تقديم طلب علشان نبني كنيسة بيتم الرد في خلال 4 شهور طيب ايه بقى القمس داود ناشد وكيل مترانية ساملوت في حديثه للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قال ان التظاهرة دي عبار عن تظاهرة سلمية انفياش اي حاجة هما بيطلبوا بانه ورددوا هتفات بانهم عايزين نبني كنيسة عايزين نصلي في محاولة للتعبير عن رغبتهم في اقامة شعائر شعائرهم الدينية داخل الكنيسة علشان ان وهو تدخل بنفسه اقنعهم حتى بفضل التظاهرة السلمية خلينا نسمع بعض الهتفات وكانت الحياة الاقباط اليوم سجلوا ورصدوا هذه التظاهرات علشان خاطر صوتهم يوصل للمسئولين وبناء على قانون بناء الكنيسة انه هم عايزين كنيسة مشالزين اكتر من كت شعر اولا بيا الشعر اولا بيا من طالب بالتحجير لا ما بنيتشك نيسا ليا طالب بالتحجير لا ما بنيتشك نيسا ليا لا سيدنا يلا يلا لا سيدنا فالخلاص بس فرد عملكوا داي لا ما بنيتشك نيسا ليا لا ما بنيتشك نيسا ليا لا بك الشارع عونا بيا ولكت الرعية ولكت الرعية ولكت الرعية ولكت الرعية يعني زي ما حضراتكم سمعين يعني عايزين يصلوا عايزين كنيسة عايزين يبقى فيه قدس القمس داود ناشد قال طبعا ان هو بعد ما يعني اقنعهم عشان يفضوا تظاهرها السلمية وقال ان هناك وعود بالفعل من قبل جهاز الامن الوطني ومن الداخلية باعادة انشاء كنيسة وان الوعود دي كانت سبقت خروج التظاهرة واكد القمس داود ناشد وكيل موترانية ساملوت ان الموترانية تقدمت بطلب بعد تنفيذ قرار الازالة وان هو اتقال ان هم محتاجين مزيد من الوقت عشان الخطوات واحد من اهالي العزبة كان عمل تصرحات للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقال الحقيقة انه الاقباط اضطروا طبعا ان هم يروحوا كناس تانية في الكرة المحيطة علشان خطر يقدروا يحضروا صلوات وفصول مدارس الاحد وده بيمثل طبعا عبق عليهم وخاصة انه كان فيه كنيسة بالفعل في القرية فايه لتعطيل لغاية دلوقتي والكنيسة بعد ما تحرقته كل دا من 2016 وبعدين الهدم 2021 وبعدين المفروض في خلال 4 شهور ييجي القرار عشان يبتدي بقى يبنوا الكنيسة لماذا هذه العطلة وايه اللي معطل الدنيا وايه اللي مخلي مفيش تطبيق حتى لبنود القانون اللي احنا تقولنا انه اخيرا بقي فيه قانون عدد اهالي قرية عزمة فرجالة بيصل لنحو 800 اسرة ومن حق المواطنين دول طبعا ممارسة شعائرهم الدينية دون عناق يعني مش مفروض ان هم يسافروا علشان يروحوا يصلوا وياخدوا اطفالهم علشان يحضروا مدارس احد في كناس في كرة محيطة هل من مجيب يعني هل هيكون فيه ردود في الايام اللي جاية دي بحيث ان بالفعل نلاقي على ارض الواقع بدأ القرار وتنفيذ القرار وانشاء الكنيسة بنصل لهم بصراحة وبنتمنى انه يكون فيه رد من المسئولين بعد هذه الوقفة السلمية اللي بيطالبوا في حقهم اللي بينص عليه القانون والدستور بانهم عايزين مكان للصلاة اللي هو كان موجود تمئة اساسا لكان بقى مغلق لدواعي امنية ولا كان فيه اي اقهو خلاصت حرق فعل فاعل مش فعل فاعل وخلاصت هدم المبنى عايزين تطلع تاني الكنيسة في هذه المساحة ربنا ايد مكت فيه كمان خبر عن حريق بكنيسة السيدة العزراء مارين بايدفو محافظة اسوان والحقيقة ان الحريق ده كان شاب النهاردة وادى الى خسائر بمبنى الكنيسة وسقفها انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني واخمدت النيران ومحافظ اسوان تواصل مع قيدات الكنيسة عشان يتطمن عليهم ويوسيهم واكدت قيدات الكنيسة ان الحريق اثر على قواعد الكنيسة وعلى سقفها وتحتاج لاحلال وتجديد وان الكنيسة من المباني القديمة والكنيسة وهي الكنيسة الوحيدة بمركز ايدفو طبعا بنتمنى انه يكون فيه تدخل برضو سريع علشان خاطر يبتدي يعني انا بتمنى ان ما يكونش فيه انها تيجي على الارض انه يحاولوا يزبطوا الدنيا بحيث انه يحافظوا على المبنى ويمكن ده يكون بشكل اسرع انه يكون فيه اعادة ترميم واعادة وتجديدها يعني الكوموس جوارجيوس عبد الملاك كهن كنيسة العدرة ايدفو قال انه لما توجه عامل الكنيسة وقام برفع مفاتيح لوحة الكهرباء هو حسب شرز كهربائي بجوار احد تكييفات وتصعد ادخنة فاسرع بانذار مفاتيح لوحة الكهرباء مرة اخرى وابلغ القوة الامنية المكلفة بحراسة الكنيسة واللي ابلغت قوات الدفاع المدني واجهزة الشرطة ونتمنى زي بقول لحضراتكم يعني بنصلي من اجل انه الامور ما يكونش فيه عطلة زي الكنيسة الخاصة بعزبة فرجالة في ساملوت محافظة المينيا والحمد لله انه ما فيش اي خسائر في الارواح في هذا الحريق اللي نشب في كنيسة السيدة العزراء مارين با ادفو با اسوان الحمد لله خبر حلو بالنسبة لملف الفتيات المختفيات وعندنا عودة الفتاة القاصر بسامت فايق وهي كانت من منطقة الزاتون اختفت يوم الثلاث الماضي اكدت اسرة الفتاة الابطية القاصر بسامت فايق جايد اللي عندها 16 سنة انها الحمد لله رجعت لمنزلها بعد اختفاءها منذ السلساء الماضي واسرة بسامت قدمت الشكر لاجهزة الامنية لنجاحها في اعادة الفتاة القاصر وتحقق السلام لأسرتها وهم كانوا حرروا محضر بعد امتحان نص السنة بمدرسة التجارة بمدرستها التجارية بمنطقة حدائق القبة وطبعا والدتها كتقالت انها من وليد 2006 وبتدرس مدرسة السلام التجارية والصورة اللي شايفينها حضراتكم دي بعد ما تم تسليم بسانت الاخوتها ويعني ربنا يحافظ عليها يا رب وبرضو ما فيش اي يعني ما كانش فيه اي تفاصيل اخرى عن ايه الملابسات وبنتمنى ان احنا ربنا يحافظ على كل بناتنا وعلى كل سيداتنا وبنصلي بجد من اجل عودة كل فتاة وكل سيدة مختفية بفكركم ايضا بالفتاة مريم سامعين اللي كان والدها نشر ان هي مريضة نفسيا وانها كانت بتتعالج وبتاخد ادوية لفترة طويلة وانه للأسف الشديد تم اسلامتها ونشر وبطاقة بطاقة ليها وهي وشهادة الاسلامة وهي ان هي محجبة الحياة والدها مازال بيستغيس وبيقول ان احنا عايزينها ترجع عشان نكمل علاجها ايه القهر ده مفيش بلد او دين في العالم بيوافق على اللي بيحصل ده يعني مريم سامعين منصور مريضة نفسان من 11 سنة وابوها بيقول والدها بيقول استغلوا مرضها للأسلامة ليه الازهر يوافق يعني ده هو في وجهة نظره ان ده اهانة للدين الاسلامي ليه الامن الوطني اللي مفروض يحميها ويساعد في العمل الاجرامي ده ويتخلى الامن الوطني عن الانسانية وبيقول الحقيقة انه ده صورة وقعية لاعلاء الاسلام على اي دين في مصر وده اللي مرفوض تماما مريم سامعين مريضة نفسية مريم سامعين هشتاج انتشر انها لازم ترجع وده طبعا ضمن مسلسل اختفاء الفتاة المسيحيات اللي مستمر من عشرات السنين واللي للأسف مفيش اي حاجة بتحصل في الملف ده ونبص نلاقي نوعيات مختلفة ووصل الامر حتى كان فيه فتاة كانت يعني من الصم والبكم يعني برضو كان تم يعني اختفاءها والحمد لله رجعت بس احنا بنشوف نوعيات مختلفة ويعني زي ما بيكون كده استهداف يعني فتيات باشكال مختلفة بما فيها اهو موضوع ان هي مريضة نفسية الحقيقة انه يعني قصص دي بتتكرر كتير عايزين فعلا ان المسلسل ده بقى ينتهي ويتقفل لانه ده يعتبر الحقيقة طعنة في قلب المواطنة داخل هذا الوطن وملف مفتوح ولم ولن يغلق ليه مش عارف والمفترض الحقيقة انه يتم الاستجابة يعني مريضة نفسيا وفيما يثبت ده ليه تتاخد وليه يتعمل كده وليه تروح للأسلامة وما فيش برضو حق اهلها مش من حق اهلها انهم يعرفوا عنها حاجة تاني ولا يشوفوها وكأن ما هياش بنتهم ده يعني الحقيقة يعني منتهى القهر يعني بجد يعني من المطالبات كان متحة الادة نائب رئيس اتحاد المنظمات الابطية باوروبا جدت دعوته بضرورة سرعة اجتماع موحد للكناس المصرية لمناقشة ازمة ازمة فقامت في الفترة الاخيرة وهي ازمة اختفاء الفتيات القبطيات وانه هو بيطالب بانه لازم يتم بحس محاور الازمة وكيفية علاجها ولازم يكون فيه تواصل مع الدولة لازم ترجع جلسات النصح والارشاد لازم يكون فيه تعاون بالامن الوطني فيش حاجة اسمها بنت مسيحية تتاخد وتروح عشان ويتقلك انها خلاص اسلامت ولا رايحة بمزاجها ولا بنت قاصر وتحط وتطلع فيديو انها اسلامت والكلام ده يتم القبول بيه عادي كده يعني فين حق الاسرة دي فين حق الاسرة في بندهم ما اعتقدش ابدا ان في ايها دولة في العالم ولا حقوق انسان توافق على هذا الامر فبنتمنى الحقيقة انه يبتدي فعلا يعني تحرق في هذا الملف من وقت للتاني بنبص نلاقي استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي الناس مرضى وهنه مش عارفين يوصلوا صوتهم عشان عايزين يتعالجوا على نفقة الدولة من الحاجات دي يعني اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا انه اسرة مصرية بتستغيث بالرئيس السيسي علشان انقاذهم من مرض نادر وبتطلب علاج علاج السيدة إيفا كمال هي بتعاني من مرض نادر واستغاثات لرئيس الجمهورية والأعضاء مجلس النواب علشان انقاذها وتوفير طرق العلاج طرق الدعم لعلاجها على نفقة الدولة وده لانه ظروفها صعبة بنتمنى ان يكون في استجابة وبنبص نلاقي برضو حالات كتير بتكتب انه هم عندهم مشاكل او امراض ومش قادرين يصرفوا على العلاج وعايزين طبعا يتعالجوا على نفقة الدولة ربنا يتمكن تم نشر ايضا عدة صور لبنتين اخوات والحقيقة ان هم منتهى الجمال ان هم بياخدوا بيرسموا ايكونات ابطية على جدران الكنيس في الصعيد وخصوصا هم من سهاج وبيعشقوا رسم الايكونات صارة وكريستين صارة صارة وكريستين كامل ذكري صارة خريجة فنون جميلة ونقلت حبها للفنون دي الاختها صغيرة كريستين برغم ان كريستين درسة الفيزياء وانتشرت هذه الصور لهم هم بيرسموا ايكونات وقفين على السقلات والحيارة ربنا يحميهم وحاجة جميلة جدا والواحد بيفرح لما بيكون فيه مواهب كده جميلة موضوع انتشار الاصابات اليومين دول بقامي كرو كورونا انتشار في العالم كله ومصر مؤخرا بدأنا نسمعه وفيه توعية وفيه امور كتيرة واجراءات بدأت تأخذ من ضمن الحاجات اللي اخدت التنويه من دير السيدة العزراء البراموس بوادي النترون وبيعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين نظرا للظروف الحالية اللي هي طبعا الانتشار السريع دلوقتي والعداد اللي بتزيد بالنسبة للاصابات بمتحور امي كورونا اعتبارا من يوم الاتنين اربعة وعشرين يناير مش يكون فيه اي رحلات ولا مجموعات ولا افراد والدير بيقول كده وانه كذلك الاباء الرهبان والكهنة والشباب الراغبين في قضاء فترة دخوله واسر الاباء الرهبان وهيعلن الدير عن موعد فتحة ابوابه مرة اخرى للزائرين وبيقول برضه ان مش هيبقى فيه قبول لاي استثناءات زي ما قلت لحضراتكم من وقت للتاني بنلاقي تنويهات من كنائز من ابرشيات من اديرة فمن فضلكم قبل زيارة اي دير حاليا في كل العالم يعني الانتشار السريع جدا لهذه الاصابات من المتحور اوميكرو بالنسبة للقدس الحقيقة تم الاعتداء على نيافة الاب يوستينوس امين ورئيس دير بقري عقوب الارثيزوكسي الاعتداء ده تم من قبل مجهولين والحين هو رجل كبير في السن شيخ يعني ازاي يحصل الاعتداء ده الحاليا حالته الصحية مش كويسة وهناك طلبات لانه نصلي من اجله ومن اجل الشفاء كنيسة بقري عقوب في فلسطين دي كنيسة اللي التقى فيها المسيح بالسامرية فبنتمنى طبعا وبنصلي من اجل الشفاء للاب يوستينوس والواحد مستغرب جدا انه يكون فيه اعتداءات على رجال دين حتى يكونوا كبار في السن الخبر ده ما نقول عن الصحفي مايكل عادل بنتمنى لان يفت الاب يوستينوس الشفاء العاجل ويكون بصحة جيدة رب ويرجع يمارس خدمته وبنتمنى من اجل الهدوء يعني ومعرفش المجهولين دول اللي بيمين وشمال كده بيعتدوا على رجال دين يا رب يعني ربنا يهديهم يا رب اما اهم اخبار مسيحي العالم بوكو حرام بتستمر باستهداف المسيحيين في نيجيريا وخطفت وخطفوا 17 فتاة وده في الولاية اللي احنا من زمان بيعاني فيها المسيحيين ولاية اسمها بورنو شمال شلقية نيجيريا الخبر ده نقلته اسشيات بريسل امريكية وتنقل يوم السبت الماضي عن شهود عيان ان المسلحين من جماعة بوكو حرام الموالية لداعش هجموا قرية بيمي بولاية بورنو وقتلوا الكلام ده الهجوم كان يوم الخميس والخبر 12 السبت قتلوا العديد من المسيحيين وادرموا النار في كنستين وعدة منازل والوكالة كمان وكالة اسشيوتت بريسل نقلت على الزعيم المحلي حسن شيبوك ان المسلحين استهدفوا كنيسة واشخاص مسيحيين لما اقتحموا القرية وكانوا يطلقون النار بشكل متقطع بعد ما طوقوا المكان وكان ده طبعا يعني هو صعب جدا انه الناس تمشي او تهرب من هذا المكان وبعدين اختطفوا 17 فتاة تمانية منهم يعني من بيت واحد والحيان طبعا الوضع بتاعهم صعب جدا وحصل استهداف للمنازل والكنايس وانه الفتايات المختطفات دول تتراوح عمرهم بين 10 و 12 سنة 17 فتاة تمانية من بيت واحد اعمرهم بين 10 و 12 ربنا يتمجد ويرجعوا لأسرهم المسلحون كانوا اوقفوا سيارتهم بالقرب من بيوت السكان المسيحيين وحملوا الفتايات ووضعوهن في السيارة وموضوع اختفاء الفتايات ده طبعا عادة للأزهان اختطاف 276 تلميزة في عام 2014 من بلد من من شيبوك وكان ساعتها حتى تدخلت امريكا ويعني كان وضع صعب جدا وبعد كده بيقال لا يزال اكتر من مئة من المختطفات في عداد المفقودين ربنا يتمجد ويرجعوا الفتايات ويكون فيه وقفة لمثل هذه الاعتداءات من بوكو حرام مازال موضوع الاجهاد الحياة في الولايات المتحدة الامريكية مصار رفض من كثيرين العسامة الامريكية واشنطن شهدت تنظيم مسيرة سنوية المسيرة دي بيسموها مسيرة من اجل الحياة هم مش عايزين يكون فيه الاجهاد اللي بيحصل ده والدول المعينة بتسن قوانين وبتسمح بالاجهاد فيه حتى سن بيكون فيه الطفل تكون شارك في هذه المسيرة آلاف ممن يؤمنون بقيمة حياة الانسان المقدسة وبيعرضوا الاجهاد ودعوا العالم كله والولايات الامريكية اللي بتقنن الاجهاد دعوهم الاحترام كرامة كل كائن بشري منذ اللحظة الاولى لتكوينه وحتى موته الطبيعي بنتمنى ان تكون فيه يعني فعلا يعني صحوة في هذا الامر ويتم منع هذه الامور اللي بيكون فيها اجهاد وخصوصا بعد ما بيكون الجنين الحقيقة تكون بنتابع معاكو كورونا والاركام الكبيرة اللي بتزيد في الاصابات والفترة اللي فاتت كمان كان فيه بعض زيادة شوية في الوفيات وبنشوف العالم وصل لغاية فين وبرضو مصر بدأت تسجل طبعا اعداد ايضا كبيرة لو بصينا على الاعداد اللي بالنسبة للانتشار الاصابات حول العالم عفوا 353 مليون و924 1758 حالة اصابة حول العالم حالات الوفيات 5.619.390 التعافي اكتر من 281 مليون لو بصينا على الاركام واللي احنا بنتابع دايما نيو كيسز الهند صفارت النهاردة لكن برضو الهند زي ما انتو شايفين 39 مليون لو بصين نيو كيسز النهاردة مليون وخمسمية واعلى برضو دولة الولايات المتحدة الامريكية من حيث حالات الاصابة اليومية 152 ألف فرنسا 108 ألف اسبانيا 101 ألف وبريطانيا 88 ألف برازيل 83 ألف وألمانيا 78 ألف حالة في اليوم ايطاليا 77 ألف حالة تركيا 67 ألف وروسيا 65 وبعدين كمان عندنا نيزرلانس 64 ألف لو شفنا امبارح وأول معلش زملنا احنا النهاردة هم مليون امبارح كان 2 مليون و389 ألف من يومين فاتوا بتاني من يومين فاتوا يا ربي وصلنا 3 مليون 3 مليون 86 ألف طبعا ده وضع يعني زي ما حضراتكم شايفين الانتشار بشكل كبير جدا خلينا من يومين فاتوا هنبص الوفيات 6 ألف امبارح الوفيات كم 5 ألف والنهاردة 4 ألف ونشوف مين أكتر مين الدول الأعلى من حيث الوفيات روسيا بالرغم أنها قلت عن 12200 وال1100 لكن 655 أمريكا 438 وفرنسا 393 طبعا برضو ما زلنا بنقول أنه حالات الوفيات الحقيقة قليلة بالمقارنة للإصابات اليومية طبعا هناك دعوات حتى الرئيس الأمريكي كان بايدن كان كتب تغريدة على تويتر مبارح وبيدعو فيها الناس علشان ياخدوا الجرعة الثالثة اللي هي المنشطة وأعتقد أنه هيكون فيه جرعات تانية طبعا ودلوقتي دراسات كتير بتأكد أن الجرعات دي بتقلل حدة الأعراض يعني بشكل كبير جدا وأنه دخول المستشفيات وأيضا الوفيات بالنسبة لمصر زي ما قلت لحضراتكم وصلت الأرقام مبارح لألف وستمائة وتلاتة حالة إيجابية إصابة فيروس كورونا وتمانية وتلاتين حالة وفاة وتم نشره وبيحاولوا يعملوا توعية فمن منوزارة الصحة المصرية كان تم نشر إرشادات للشخص المخالط لحالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا وأرجوك يا جماعة لأنه ناس كتير في مصر بتقول لك لا لا دي حالة دي دا برد ومدام ما فيش فقد الحسة التزوق والشم يبقى إحنا كده سليم لا طبعا يعني في التمام لا الأعراض الجديدة ما فيهاش أعراض أوميكرون جديد السلالة الجديدة ما فيهاش موضوع حسة فقدان حسة الشم والتزوق هو هنا بيتكلمه برضو على أنك مش مفروض أنه الناس تفرض في استخدام المضادات الحيوية لأنه جماعة دا فيروس وإحنا بنتعامل مع الأعراض ما يبقاش فيه مشاركة بالأدوات المنزلية الشخصية زي الأطباق والكبيات والمناشف لازم غسيل الإيد باستمرار بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية لو بنفكركم بداية الوباء كانت بنتكلم على الموضوع دا لازم يكون فيه نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر أكل صحي وبناخد الفيتامينات طبعا زي ما قلنا وعشان كده دا مهم جدا كل ما كان فيه نظام غذائي كويس كل ما المناعة تتحسن لازم يكون فيه المسافة واحد متر بينك وبين أفراد الأسرة لو الواحد كان فيه حد في البيت يعني اشرب شرب المياه الدافي بدلا من المشروبات البردة وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل ولازم طبعا ارتداء الكمامة بشكل صحيح يعني ممكن دلوقتي بيبقى فيه تعايش لأي شخص مصاف في البيت بس بيبقى مهم جدا يلبس الكمامة ويبقى فيه التباعد ويبقى فيه ما يبقاش فيه مشاركة في الأدوات للأكل والكلام دا كله وطبعا درجات الحرارة لازم كل 8 ساعات ويكون فيه راحة وانتو عارفين زي ما بنقول بنتعامل مع الأعراض وأهم حاجة برضو الفيتامينات اللي هو الزينك وفيتامين بي 12 وفيتامين دي كل دي طبعا وبردو الحاجات اللي بتقوي المناعة ربنا يحافظ عليكم طبعا جميعا بالنسبة ليه من الدول العربية الأردن كانت النهاردة أعلنت عن تسجيل أكتر من 11 ألف إصابة جديدة وكمان أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن كان أعلن عن إصابة وزير الصحة يعني قال إن وزير الصحة في رأس الهواري وزير الصحة الأردني وصيب بفيروس كورونا بالأمس ربنا عيش في كل مريض طبعا منظمة الصحة العالمية كل يوم بتحاول إن هي تقول لنا إيه الجديد في الأمور الخاصة بمراكبتها لموضوع التحور المتحورات واللي بيحصل في أوروبا والكلام ده كله فالحقيقة الحاجة الإيجابية بتقول إن إن شاء الله نهاية محتملة لوباء كوفيد ناينتين في أوروبا بعد متحور أوميكرو لأنه إحنا دلوقتي في أعلى الأرقام وبدأت تنزل شوية على فكرة لو تاخدوا بالك ومدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية كان بيقول إنه المتحور أوميكرو قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس وإنه كده معنى كده إنه هيبقى فيه مناعة القطيع وهنبتدي نقترب من نهاية الأزمة الصحية الحالية لكن وإنه فيه برضو مستشار منظمة الصحة الدكتور جمال عسمة قال برضو فيه مؤشرات إيجابية بتوحي بإنه السيطرة عليه هيبدأ مع منتصف هذا العام السيطرة على كورونا إن شاء الله اللقاحات لوحدها مش بتقضي على الجائحة لكن إحنا بنتكلم هنا إن إحنا فيه أدوات تانية ومهم طبعا لكن برضو فيه دعوة للقاحات المعززة وبالتالي إجراءات كتير لازم تأخذ في إطار برضو الإجراءات الاحترازية مع التباعد الاجتماعي مع كل الحاجات دي مع استخدام المسكات كل دول مع بعضيهم بالتأكيد يعني هيسهم إن شاء الله إن نخلص على بال نص السنة من هذا الوباء يعني منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتقول إن متحور فلورونا خارج من أوميكرون وهو ليس مسير للقلق وبرضو على فكرة بتقال إنه مش ده مش آخر المتحورات يعني فيه ناس قال لك خلاص كده متحور أوميكرون ده هيخلصوا كده يبقى أن فيه متحورات تانية لأ يا جماعة ممكن يكون فيه متحورات تانية وبالفعل تم الإعلان في أمريكا وفي إسرائيل وفي بعض الدول هو في الشرق الأمسط إن فيه متحورات تانية جاية من أوميكرون لكن في النهاية برضو كل الفكرة في المتحورات دي كلها إنه بس بيزيد معدل الانتشار أو معدل يعني العدوى بتكون سريعة لكن الحمد لله الأعراض تعتبر خفيفة إلا بس اللي هم عندهم مشاكل صحية فبالتالي نخلي بالنا وإنه موضوع اللقاحات المعززة النهاردة مثلا أو من مبارح الولايات المتحدة الأمريكية أقروا إنه ما فيش دخول مثلا لزيارة مستشفيات لأي مريض غير لما يكون حاصل على الجرعة الثالثة يعني الجرعتين مش كفاية لازم يكون أي حد هيدخل زيارة أو في أماكن كتيرة بتطلب الجرعة الثالثة المعززة وكما أو نيجيتف بي سي أر عشان بس تبقى أخدين بالكم إنه ده موضوع كده بدأنا نشوفه في عقار اسمه العقار ده بدأت وفقت عليه مصر للاستخدام الطارق وبيقال كمان إن احتمال يكون فيه تصنيع والعقار ده غالبا يعني هو الأجسام المضادة فدي برضو والحكاية دي برضو بالنسبة لتوفر مثل هذه الأدوية والعقاقير والعقاقير اللي هي وعقار فايزر اللي هو الأقراس كل دي حاجات برضو هتساهم إن شاء الله إن احنا نخلص من هذا الوباء وبس هيكون موجود وهنتعامل معه زي مستوطن زي وزي الانفلونزة فبرضو هتكون الحكاية يعني أسهل بكتير ربنا يحمي الجميع وكل يوم والتاني بيكون فيه إعلان عن موضوع إصابات ويعني الفترة اللي فاتت دي كتير إصابات فخلوا بالكم وبنصلي من أجل كل مصاب وأي حد في مستشفاة ربنا يمدي إيده بالشفاء ونعمل اللي علينا وربنا يكمل بالنسبة لأهم أخبار مصر الحقيقة ذكرى ثورة يناير وكان فيه الاحتفال كم أنتم عارفين طبعا ذكر ثورة يناير 25 يناير وده كان اليوم اللي اختروا للثورة علشان هو عيد الشرطة فكان فيه احتفالات كمان بعيد الشرطة الرئيس السيسي شاهد أمس الأحد احتفالات عيد الشرطة وضع إكليلا منه الظهور عن نصب التسكاري وتم عسف السلام الجمهوري لدى وصول الرئيس وأكاديمية الشرطة كانت تزينت لبدء الاحتفالات بالعيد السبعين تخليدا لمعركة الإسماعيلية وكان فيه طبعا دايما بيكون فيه أمور إنسانية وكلمات ومتابعة أيضا لأسر شهداء الشرطة وتكريم البعض أيضا والحقيقة يمكن ده كان زي ما حضراتكم شايفين كده كان مزاع على الهواء أمس في عدة قنوات مصرية وأولهم طبعا تلفزيون المصري من أكاديمية الشرطة للاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة البنك المركزي المصري أعلن تعطيل العمل بكافة البنوك الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة كل سنة وحضراتكم طيبين ده بالنسبة لأهم الحاجات اللي كانت في مصر لكن احنا عندنا الحقيقة اللي تصدر بشكل كبير جدا معاقع التواصل الاجتماعي ومازال لغاية دلوقتي جدل رهيب هو فيلم على نتفلكس فيلمه اسمه أصحاب ولا أعز طبعا كانت الفنانة مونة زاكي وكان في عرض للفيلم خاص وبدأوا يعلنوا عن الفيلم ويدوب أول ما ابتدى عرض الفيلم على نتفلكس ولقينا ضجة كبيرة تزعمها الحقيقة النائب مصطفى بكري تم بقى توجيه اتهامات للفنانة وتوجيه اتهامات للفيلم والعمل وانه بيستخدم ألفاظ نبية وبيروج للفجور وبيروج للمثلية وازاي مونة زاكي تطلع في مشهد لا ياليك واحنا متعودين من مونة زاكي النهية يعني بتقدم الفن الراقي ايه اللي حصل ايه الموضوع احنا عايزين نحاكم مونة زاكي عايزين نوقف الفيلم عايزين نوقف هو ايه الفيلم يا جماعة الفيلم باختصار شديد جدا هو نسخة من فيلم اسمه ده فيلم ايطالي واتعمل في كذا دور سينما وفي كذا دولة في العالم قصته باختصار جدا انه مجموعة اصحاب وهو بيتمتصور في لندن وكلهم عفوا في لبنان وكلهم فنانين وفنانات لبنانيين معادة مونة زاكي وقياد نصار الفكرة كلها باختصار انه مجموعة اصحاب ليهم زمنه بيتعشوف وبعدين بدأت فكرة كده جات لحد فيهم انه ايه رأيكو انه احنا نلعب لعبة ونسيب التليفونات كلها على الترابيزات واي حد هتجيله رسالة او تليفون كلنا نسمع وده باختصار لانه الناس كلها عايشة فيه اسرار جوه التليفونات وفيه حاجات كتير جوه التليفونات الفيلم يعني بدأ يظهر انه فيه خيانة وفيه شخص من الاصحاب دول مثل الجنسية وخيانة بينهم وبين بعضيهم يعني زوجة بتخون زوجها مع صديقهم حاجات مركبة ومعقدة زوجة تانية فيه فطور في علاقتها اللي هي مونزاكي مع زوجها فابتدت تعمل تشات مع حد على موقع على الموقع الانترنت او الفيسبوك يعني مثلا المهم انه يعني ده كان اراء مختلفة خلينا لو نوقف طبيب نفسي عمل لمدة عشر سنين في بعض دول الشرق الاوسط برأي ان ما ورد في هذا الفيلم يمكن ان يحدث في مجتمعنا بغض النظر على خلفية الاجتماعية او العرقق الدين بالمضمون انها ليست حالات غريبة عن اي مجتمع او مستوردة مجتمعاتنا كلها مليانة حاجات بهذا الشكل يعني والخيانة موجودة الفيلم مأخوز على الفيلم الايطالي perfect strangers وهو حتى اللي تقال ناس تاني قالت ده على فكرة يا جماعة ده ترجمة جوجل كبان يعني حتى ترجمة الحوار ما كانتش يعني بالجودة الكافي طيب دلوقتي ايه اللي اثاروا بقى في الموضوع ده اول حاجة كانت موضوع طبعا مصطفى بكري والناس اعترضت وقال لك لا 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 ده مش واقع العرب ولا حقيقة الشعب اللبناني وكأنه مثلا المجتمع بيجميل جدا ولا في خيانات ولا في مثليين ولا في اي حاجة من الحاجات دي وده كان برضو يعني اللي بيدفع على الفيلم حاولوا يقولوا لا يا جماعة الحاجات دي موجودة في مجتمعنا واكتر منها كمان بكتير وكل الفكرة انه الفيلم عرض او كشف ده الفيلم مش بيدعو لده هو كشف ده يعني في ناس قلت لا لا ده بيدعو للمثلية لا ده بيدعو للخيانة ما عرفش ازاي بيدعو الحكاية انه يعني الفيلم يعني دايما السينما في مثل هذه الامور بتحاول ان هي بطولكوا تدوق على موضوعات موجودة في المجتمع وانه بالفعل انه كل واحد مننا عنده اسرار ومحدش كامل في الحياة كلها وانه فعلا فكر فيها كده لدرجة واحد عجبني يا لك المعتردين على الفيلم ممكن يلعبوا اللعبة دي وسط اصحابهم ويسيبوا تليفوناتهم كده مفتوحة للناس كلها يعني انتم معتردين ها دي الفكرة بتاعت الفيلم الفكرة ان في اسرار جوه كل مجموعة اصحاب جوه كل بيوت والاسرار دي ممكن لو اتكشفت عشان كده هجبوا ربنا سترنا وبنطلب دايما الستر الحاجات دي تكشفت هتحصل مشاكل وبلاوي وده حاصل حاصل كتير جدا في مجتمعاتنا الحاجة انه اللي اعجبني برضو انه مصطفى بكري لما كان بيتكلم مع عمر قديب وبيتكلم طبعا انه لازم بقى الفيلم ده ماينفعش انه يتعرض احنا هنوقف شبكة نت فليكس دي وهنوقف عرض الافلام ده هم ليهم توجهات وبيحاولوا يزرعوا جوه المجتمعات العربية حاجات لا طاليك بالمجتمعات العربية حاول عمر قديب يقوله على فكرة الفيلم يعني متصور في لبنان والحوار كله والدنيا قال له لا كان فيه ملوخية وفعلا ورح نجيب سوينيس علق حتى على تويتر وقولك اه اه بجد الملوخية دي كانت بتاعتنا بتاعت مصرية عاشا وكل واحد جاي الطبق ومقوله زكي كانت جايبة ملوخية بالقرانب يعني فالملوخية دي بتاعتنا فمعنى كده لا الفيلم كده يخص مصر وقال لك انه الافلام بتوسيق للدولة المصرية واخلاقية نت فليكس يا جماعة دي شبكة خاصة المفروض فيه اشتراكات والمفروض ان هي ما بتجبرش حد ان هو يشوف او ما يشوفش الفكرة طبعا الجدل ده كله ووصل بقى الامر انه احمد حلمي لازم تطلق مونة زكي ازاي انت سمحت لها ان هي تمثل الفيلم ده وفيه مشهد يعني لا يليك معلينا يعني الحقيقة طبعا نقابة النقابة المهن التمثيلية ردت على موضوع الفيلم وقالت انه هو احنا تابعنا بكل دقة كل الردود الفعلة اللي كانت على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاراء الشخصية الاراء من شخصيات سياسية منفردة او ممثلة الاحزابة اذا هو كمان مصطفى بكري قالك احنا عايزين لازم يكون في جلسة قدام البرلمان ويعني نشوف وضع والموضوع بقى يعني كبر يعني المهم من نقابة المهن التمثيلية بتقول انه نتيجة المتابعة دي الحفاظ على حرية الابداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء اساسي من وجداد الفنانين المصريين تحميل نقابة والدفع عنه النقابة لانتكف مكتوفة الايدي امام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنوية لاي فنان مصري لانه مش ممكن الهجوم اللي كان على مونة زاكي بصراحة والنيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مؤلفه مخرجه وستقوم النقابة بدعم الفنانة مونة زاكي حال محاولة البعض اتخاذ اتخاذ اجراءات يعني احيالها والنقابة بتقول برضو تحرص على القيم الاصيلة وللمجتمع المصري وتؤكد على ان دور الفنون والقوى الناعمة ان تعالج القضايا الشائكة وان تدق نقوس الخطر على زوار كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب ان يتصدى لها فنان ومصر ومبدعوها باعمالهم اللي بتكشف كتير منها وبتعطي رسالة لتنبيه الجميع وده هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لاشخاص اعضاءها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر مستنيرة وده كان موقع بتوقيع نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زاكي في ناس كتير قالوا يا جماعة واحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نفس المبين الفنان وشخصيته وما بين الادوار اللي بيقوم بيها يعني انت مثلا محمود المليجي ولا فريد شاوي ولا كل الناس المفنانين اللي كانوا بيظهروا في ادوار شررين وتجار مخدراتها لهم في الحقيقة كده انتوا في ايه ليه ازاي لسه ما فيش الفصل ده حزب النور بقى قالك لا ايه البيان بتاع المهن نقابة المهن دي مصر دولة دستورية حديثة ذات مرجعية اسلامية ولا يمكن استمح باللي بيحصل ده المهندس سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور هاجم البيان اللي اصدرته نقابة المهن التمثيلية بشأن حالة الجدل اللي اصارها في المأصحاب واللي اعاف وقال ان مصر دولة ذات مرجعية اسلامية والمادة التانية في الدستور بتنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فهي دولة ليست مدنية بمفهوم العلمانية او الليبرالية او الحرية المطلقة اللي تحدث عنها نقابة المهن التمثيلية وانا بتساءل هو مصر احنا دولة مدنية جماعة ولا دولة اسلامية بمنظور حزب النور والسلفيين والاخوان يعني احنا ايه بالزبط مصر ايه بالزبط المهم يعني نفس كتير طبعا احنا منرجع الورا ومواضيع كتيرة جدا جي بقى خالد رفعة توجه رسالة لمصطفى باكري ليه وجه له الرسالة دي لان في الحقيقة مزيعة معروفة اسمها دي مصادق دخلت على الخط قال ان مصطفى باكري في مزيعة لابنانية مشهورة جدا بتتهمك بالتحرش بيها لما كانت طالبة في ماجستير 2013 الست كتبت القصة قبل كده في الصحافة من سنوات بس ما كتبتش اسمك ساعتها لكن بصراحة اللي استفزها النهار ده انك رفعت قضية دفاعا عن الاخلاق المشكلة دلوقتي مش في اتهمها المباشر الصريح لك المشكلة انها عاملالك منشن في التويتا بتاعتها قبل ما ترد يريد تلاحظ ان الست دي مزيعة مشهورة جدا على مستوى العالم العربي كله ومتجاوزة ملياردير يعني مش نقصة شهرة ولا ابتزاز فلوس فهتم الآخر وقول الحقيقة ياساس طبعا الناس كتير نشروا بقى في الصور لمصطفى بكري وهو بيتلون على كل لون ودي المزيعة دي مصادق وحكت ان هو الحياة نفسه عام 2003 كانت بالقاهرة وبتعمل بحث الماجستير واتصلت بيه علشان وفيها لقت في الاوتيل عندها رد منه مع تليفون مفاده ان احنا نقش الرسالة بالاوتيل عندك يومها اخدت رد يليك بيه اخد رد يليك بيه كزوج واب حريص على الاخلاق المصرية يعني يا جماعة وده يمكن مضمون الفيلم يعني انت خارج تتافع واخلاق ومش اخلاق وانت في النهاية كان في ايه قبل كده وكان في ايه دلوقتي وكان في يعني زي بنقول الساتر فعلا ربنا ساتر الجميع يعني بجد فهي دي كانت الفكرة وكان من الحاجات اللي بيناقشها الفيلم برضو بنت في 18 سنة وبدأت يكون فيه وتعامل الاب معها والام يكون شكله ازاي لانه البنت في السن ده المفروض ازاي يتم التعامل معاهد برضو طبعا ناس كتيرة رفضوا الكلام ده خلينا طبعا يعني ايه قالك انه آآ يعني نعمل يعني قالك انتو انتو بتتكلموا على ايه جاد سحر جعارة مثلا بتقول القصص اللي فيه مش شبه قيم الاسر المصرية بتاعتنا الهلالة عشان كده لازم يعملوا فيلم مبني على احداث ده اليومية اللي بنشوفها في الشارع والسوشيال ميديا يعني مثلا نعمل قصة فيلم ابطاله واحد طلع صاحبه على مراته يقتصبها عشان تبريه والتاني صور اخته عريانا عشان تتنازل عن حقها واحد بيتحرش بتفلة في مدخل العمارة والتالت قتل اخته عشان الورث وامه تنازلت على القضية والرابع صور مراته ويعريانا وبيبتزها بالصور دي عشان تتنازل عن حقوقها بعد الطلاق والخامس بيبتز بنت عمته بصورها وبيقول لها انا اولى من الغريب اللي هي قصة بسانت اهي دي قصص موجودة ومستوحام الواقع اللي عايش فيه المواطن ابو قيمة مهزوزة تمام كده او شباب الازهر اللي كانوا بيبتزوا البنت اللي هي بسانت لغاية ما انتحرت فطبعا المجتمع اللي بيصور ويغضب من شخصية ظهرت في فيلم الالكبار فقط هو على فكرة متصنف كده انه 18 plus وعلى منصة رقمية مدفوعة وبتكمل صحر الجعارة بتقول المجتمع اللي بيصوره يغضب من شخصية ظهرت في فيلم الالكبار فقط هو مجتمع بائس غير قابل للتنوير مجتمع رافض لقبول الاخر بالطفلة بالفترة عفوا يعاني الازدواجية ويعشق الكذب في مجتمع الاقنعة والسياسة النعام لا مجال لحرية العقيدة او الفكرة او التعبير ان الله لا يغير قوم ما بقومن حتى يغيرهم بانفسهم مناخ الكراهية والتنمر اللي بنعاني منه سيبقى الادوم ما دمنا نعشق التحايل وفعل المبيقات في الخفاء هو ده الفيلم ولكن في حاجات بتحصل بس مستخبية ولو اتكشفت الحاجات دي ممكن يحصل ايه في نهاية الفيلم طبعا بين انه كل حاجة عادية خالص وانه هما ما لعبوش اللعبة دي لانهم لو كانوا لعبوا اللعبة دي كانت فعلا هتحصل مشاكل كبيرة جدا المهم يعني طبعا اراء كتيرة تكتبت وفي دفاع عن طبعا الفيلم وعن مونة زاكي عمر أديب مثلا كان بيقولك مونة زاكي مثلت كويس قوي بعيد عن الموضوع اللي حضرتك ليك رأيك فيه مونة زاكي وعاد الكرم وندين لابكي والاخراج والموسيقى معمولة حلو وإذا كان زي ممصطفى باكري بيقول انها مؤامرة الناس دي عارف تعمل مؤامرة معمولة كويس كفيلم وفيلم جايد بصرف النظر عن اختلافي او اتفاقي مع المضمون اراء كتير طارق الشناوي قالك الهجوم على مونة زاكي نابع مستورة الزهنية اللي اكدت عنها واخذت عنها بسبب ادوارها اللي ابتعدت فيها عن الجرأة او ما يطلق عليه السينما النظيفة هي فنانة ليست من قناعتها الابتداء على الابتعاد على الادوار الجريئة لكن الظرف العام للسينما المصرية هو اللي فرض هذا النوع عباس أبو الحسن كان برضو بيقول بتفرج عليه ومستمتع جدا يستحق رفيوم الرتين مرى للفيلم نفسه مرى الهجوم الجامعي الخايب من مجتمع غلاوي مضطرب مزدوج القيم لم يتبقى له من الحريات إلا التنظير والمتاجرة بالدعاء الفضيلة أعتقد برضو كان خالد السيفي كان برضو بيتكلم عن فيلم ريش اللي صور الفقر والعشوائيات كان رد فعل الفنانين وقتها انهم زعلوا وانسحبوا مهرجان الجونة وان البلد مش كده خالص مع ان البلد منتشر في هذه الشريحة المطحونة من المجتمع وعند عرض فيلم أصحاب ولا عز احتوى على شرائح مقززة ومنحلة من المجتمع هجمه الكثيرون من الناس وجدنا نفس الفنانين بيدفعوا الفيلم بقولهم دي شرائح موجودة بالفعل في المجتمع مع انها ليست شريحة عريضة ولا تمثل المجتمع برضو دي سدواجية من وجهة نظر أخرى وانا بشكره بصراحة ان هو ذكر موضوع فيلم ريش خالد منتصر بقى بيقول معلومة اللي عندي ان نتفليكس باشتراك وانها ما بتمسكش المشاهد وتجليده وتحطه في قدة الفران وتقفل عليه وتقوله تفرج بالعافية ببساطة ما تدفعش الاشتراك والغي اللوجو بتاعها من على اللابتاب بتاع فضلتك وخلاص حاجة أبسط من شكة الدبوس وبكده تقدر تعيش وحيائك غير مخدوش يعني بجد وده اللي هو محمد النجار بيقترح على المعترضين على الفيلم يلعبوا اللعبة تقدروا تلعبوا اللعبة يا معترضين تقدروا ان انتوا تفتحوا موبايلاتكو قدام زوجاتكو قدام صحابكو بكل سهولة كده ونشوف ايه اللي هيحصل فالموضوع اخد يعني منحنة كبير ونسبة قعدت تتكلم على الافلام بتاعت زمان فيلم سرسرة عن نيل وفيلم ويجا وافلام كتير جدا وافلام كان بياجي فيها مشاهد وحاجات افزع من ده بكتير وساعتها محدش اعتراض عليها فالواحد مش فاهم هو ايه الاعتراض هو المثلين مش موجودين ولا ايه يا جماعة موجودين وموجودين بكسرة في المجتمع العربي لأ ده كمان فيه الانكة يعني عارفين ان مصر هي الدولة التانية في البحث على مواقع مواقع الاباحية نمرة اتنين باكستان نمرة واحد باكستان اسلامية برضو الفكرة هنا انه يا جماعة باختصار وبنقول تاني الفيلم بكل الفكرة بتاعته انه بيوريك ان احنا في مجتمع بنمثل كلنا انا بقول كلنا كل واحد مننا عنده اسرار وعنده حاجات وبنطلب دايما من ربنا السطر ودي ممكن الحاجة اللي حاب اقولها عن موضوع الفيلم ده وانه النمازج اللي موجودة اه فيه ستات بتكون ازواجها وممكن بتكونش وكل الحاجات دي بصراحة يعني موجودة الجميل برضو اللي عجبني في الموضوع قالك مصر كلها تفرجت على الفيلم بتاع اصحابه اللي اعز اللي هو مفروض باشتراك نتفلكس بسبع اشتراكات بس على اساس طبعا ان الناس المشتركين قطر خيرهم رفعوا الفيلم على مواقع وناس كتير من غير الاشتراكات بتاع تنتفلكس شافتهم لكن نتفلكس برضو بتقدم حاجة حلوة اليومين دول بجد وبنحيي الفنان المصري العالمي مينة مسعود رجع بعد غياب ده ام ثلاث سنين فاكرين طبعا مينة مسعود الفنان المصري اللي كان دي الجميل الشاب الحلو كده اللي اتطلته على الشاشة جميلة كان عامل دور علاء الدين في فيلم من انتاج ديزني والحقيقة والفيلم ده رجع بالشاشة رجع رجع يمثل هذا الفيلم يعني اسمه المعاملة الملكية او ريال تريتمنت قصة برضو عن علاقة حب ما بين برينس او امير مع بنت كانت رايحة تعملت تقصله شعره او تصفف شعره ويعني القصة برضو معمولة في اطار جميل جدا الجميل اللي عرفته عن الفنان مينة مسعود انه عامل شركة انتاج خاص بيحاول يجي فيها مواهب متميزة من العرب ومن المصريين علشان خاطر يبتدي يدخلهم جوا عالم هوليود وانه فيه فعلا ناس الحقيقة متميزين جدا الفن يا جماعة ليه دور حلو ليه دور جميل وانه بيكشف عن الامور اللي بتحصل في مجتمعاتنا او بيناقش امور برضو مثلا زي فيلم مينة مسعود بيتكلم ان احنا معدش بقى زي زمان يمكن دي برضو حاجة نقشة قبل كده كتير بانه عندنا الاختلاف في الطبقات او الاختلاف وانه مش مشكلة ان امير يقع في حب فتاة بسيطة او العكس وانه حاجات كتير مفروض في مجتمعنا ما تستمرش واحنا دخلين كده واحنا يعني فيه عالم الانفتاح هذه الايام نخرج بقى من السنمة والفن للواقع والاخبار الصعبة اللي احنا بنواجهها وازمة اوكرانيا طي ازمة اوكرانيا يا جماعة بنسمع على الازمة الاوكرانية وازمة اوكرانيا لينا فترة باختصار كده ايه اللي حاصل وليه القلق الوضع من الفترة اللي فاتت كان كله بيتكلموا عن ان احنا دلوقتي روسيا ممكن ان هي تدخل جوة اوكرانيا وان هي بالفعل فيه قوات روسية على الحدود مع اوكرانيا وانه كان فيه اجتماعات وكان فيه قمة ما بين بوتن الرئيس الروسي وما بين بايدن الرئيس الامريكي وان احنا فيه حاجة اسمها وحلف الناتو والدول الاوروبية هو ايه اللي بيحصل عشان بس ابسط لكم الدنيا روسيا كقوة عزمة مش عايزة يكون حواليها يعني قواعد عسكرية وانه يكون فيه تنامي لحلف الناتو الايام اللي فاتت كان بيتقال ان اوكرانيا هتنضم الحلف الناتو يعني معناها هتكون فيه قواعد عسكرية جوة اوكرانيا والوضع ده وانه فيه قواعد عسكرية تانية حوالين يعني حوالين روسيا فروسيا مش عايزة تبقى متحوطة كده بزي قوس من القواعد العسكرية ومن قوة حلف الناتو اللي هي طبعا بتدعمها ما بين واشنطن وامريكا لان ده هيأثر بالتأكيد عليها فروسيا مش عايزة اوكرانيا تدخل في حلف الناتو عايزة ايه من امريكا والطلب اللي طلبته من امريكا سواء كان في الاجتماع مع بايدن او سواء كان في الاجتماعات اللي كان ما بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الامريكي عايزة كلام مكتوب بخط اليد بخط كده ورسمي اوفيشل انه مش اوكرانيا مش هتنضم الحلف الناتو طبعا اوكرانيا بتقولك هو فيه ايه انا براحتي انا اعمل اللي انا عايزاه انا دولة ليا كيان ماينفعش روسيا تتحكم فيها واحنا هنضم الحلف الناتو اخر اجتماع ده اللي كان ما بين وزيرية الخارجية الامريكي والروسي اقر وفقه على انه امريكا هتكتب تعهد النهاردة فيه اجتماعات امريكية اوروبية علشان خاطر يشوفه هل ممكن هيكتب التعهد ده ولا لا فيه ظل ايه بقى فيه ظل انه المعلومات الاستخباراتية روسيا طبعا بتقولك انا مش هدخل اوكرانيا احنا عايزين نحل الموضوع حل السياسي وانا مش هدخل اوكرانيا لكن من الواضح كده ان فيه تحرقات وانه فيه تحشيد للكوات الروسية على الحدود مع اوكرانيا وانه هي ناوية تدخل اوكرانيا فلاقينا النهاردة واشنطن وبريطانيا بيطلبوا برحيل عائلات دبلوماسيها من اوكرانيا بالرغم ان السفارات من السفارة اللي في كييف لكن السفارة مازالت مفتوحة وبالتالي الوضع دلوقتي فيه قلق شديد جدا لو حصل ان يحصل حرب دلوقتي ولا تدخل عسكري من روسيا جوه اوكرانيا اولا هيأثر على اسعار الغاز المفروض ان كان فيه الخط الغاز نورد ستريم اللي هيروح لالمانيا والخط ده طبعا لو حصل حرب مش هيروح فيه دلوقتي فعلا ازمة اقتصادية بتعاني منها البورسة الروسية وهتبقى الازمة لو حصل حرب هتبقى ازمة على العالم كله ومحدش عارف ممكن تكون ابعدها ايه اكتر حتى من انه هيحصل ازمة اقتصادية كبيرة خلينا نشوف التقريدة ورح ويلت بس تشرح لكم الدنيا في ان احنا دلوقتي ليه الازمة الاوكرانية وليه مهمة وليه كل الحاجات دي باختصار بسيط جدا لكن طبعا اللي عايز يسمع تحليل وحاجات كتير جدا موجودة في مواقع كتير وفي قانوات كتيرة جدا بتتكلم باستفادة للعايز ايه فهم اكتر لكن احنا منحاول نديكم الصورة بشكل مبسط وربنا يستروا ما تبقاش في حروب لانه دي هتبقى حرب كبيرة لو حصل فعلا حرب وروسيا دخلت اوكرانيا عزجرية يتدربون في كييف لدعم الجيش الوطني في مواجهة التهديد الروسي فطبول الحرب تقرع في اوكرانيا الولايات المتحدة ارسلت مساعدات حربية لدعم الجيش الاوكراني والان يعلن حلف شمال الاطلسي حالة التأهب ويرسل تعزيزات الى بلدانه الشرقية كاليتوانيا وبولغاريا ورومانيا تدعو دول الناتو قواتها في حالة تأهب وترسل سفنا وطائرات مقاتلة اضافية الى وحدات الناتو في اوروبا الشرقية مما يعزز الردع والدفاع بينما تواصل روسيا الحشط العسكري في اوكرانيا وما حولها الولايات المتحدة امرت عائلات موظفي سفارتها في اوكرانيا بالمغادرة واتخذت المملكة المتحدة خطوة مشابهة لسحب بعض طواقمها واسرهم من كييف بالنسبة الى اوكرانيا سحب الرعاية الاجانب خطوة سابقة لأوانها نحترم حق الدول الاجنبية في ضمان امن بعثاتها الدبلوماسية لكننا نعتبر ان هذه الخطوة من الجانب الامريكي سابقة لأوانها وفيها افراط في الحذر بلدان الاتحاد الاوروبي لن تحذو حذو لندن وواشنطن بحسب ما اكد مسؤول سياسة الخارجية الاوروبية لا ارى سببا للتهويل طالما ان المحادثات مستمرة وهي بالفعل مستمرة يجب ان لا نترك اوكرانيا ونذهب الاتحاد الاوروبي مستعد لفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا اذا هجمت اوكرانيا اكد وزير الخارجية الدنماركي من بروكسل خلال اجتماع اوروبي مخصص للتباحث بشأن التوتر في اوكرانيا فمنذ اشهر تتنامى المخاوف بعد ان حشد الكريملين عشرات الاف الجنود عند حدوده الشرقية ودفع بقواته الى حليفته بلا روسيا لتطويق اوكرانيا الغرب يتهم الرئيس الروسي بالتحضير لحرب لمنع اوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الاطلسي ومن المنتظر استمرار اللقاءات بين وزيري الخارجية الامريكي والروسي في مسخة طبعا ان يكون في حلول سياسية وان المفترض زي نقول لكم الحلقة الفاتت لازم الطرفين كل طرف يقدم تنازلات الولايات المتحدة الامريكية النهاردة سلمت تسعين طن مما وصفته بالمساعدة الفتاكة لاوكرانيا بعد يوم واحد من محادثات روسية امريكية في جنيف حول الازمة الاوكرانية تعد الشحنة اللي وصلت الى كييف اليوم الاولى في اعقاب وعد جديد من رئيس الامريكي جو بايدن بتقديم المساعدة العسكرية لاوكرانيا السفارة الامريكية في كييف قالت ان الشحنة تضمنت زخيرة للقوات الاوكرانية على خطوط الجبهة لتمكنها من مواجهة اعتداء روسي الولايات المتحدة كانت وفقت على اقتراحات من اسطونيا ولاتفيا ولتوانيا بارسال اسلحة امريكية تصنع الى اوكرانيا تشمل سواريخ مضادة للدرع للدروع وللطائرات بوريش جونسون حذر رئيس الوزراء البريطاني حذر من ان الغزو الروسي لاوكرانيا سيكون شيشانا جديدة وهيبقى طبعا عمل مؤلم وعنيف ودامي عشو كده بقول لحضراتكم انه ايه الفكرة والدنيا ليه مهتمة لانه لو حصل حرب بالفعل هتبقى عواقبه الاقتصادية مش بس على روسيا ولا على امريكا لقضع العالم كله وعلى اسعار الغاز اللي هي اساسا عالية اليومين دول فربنا يسطر البابا فرانسيس دعا الى يوم صلاة من اجل السلام نظرا للتوترات الحالية في اوكرانيا علشان فعلا اي حاجة فيها حرب بتأثر على العالم كله ربنا يمد ايده ويتمجد وطبعا يعني نكون كلنا بنصلي من اجل انه يحصل سلام نيجي بقى في صراع تاني صراع الحوسيون اعلنوا تفاصيل استهداف استهداف العمقين السعودي والاماراتي احنا من ساعة ما الحوسيين دربوا الامارات وبعد كده التحالف والامارات ردوا على الحوسيين بدربات تانية النهاردة كان فيه دربات تاني من الحوسيين على السعودية وعلى الامارات والسعودية والامارات بيقولوا هيردوا واضح كده ان احنا هنفضل مستمرين في هذه الحرب اللي ليها اكتر من سبع سنين وربنا يرحم شعب اليمن اللي هو بيتضرر من هذا الموضوع بشكل كبير جدا والتحالف اللي بتقوده السعودية بينفي مسئولياته عن الغارة الدمية على سجن سعدة الله اعلم بقى مين اللي عمل الغارة دي في نفس الوقت كان برضو النهاردة في لبنان رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق النائب سعد الحريري طلع وقال ان هو خلاص هيعلق عمله بالحياة السياسية داعيا عائلته في حزب طيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها وده في حد ذاته بيقول نتيجة لتواغل ايران في الشؤون اللبنانية ناس شايفة انه كونه اخذ القرار ده ده قرار مش في صالح لبنان بالعكس ده هو كده بيدعو الى تواغل اكتر لايران وانه هو كده بيسيب الحياة السياسية وبيسيب الامور في لبنان ان هي تتعقد اكتر بالنسبة لكرداحي كان بيقول وزير الخارجية كويتي يعلن عزم دول الخليج اعادت بناء الثقة مع لبنان بعد الازمة اللي كانت من كرداحي بسبب الحرب بتاعت طبعا الحرب بتاعت الحوسيين مع التحالف من سعودية والامارات فيه كمان من الحاجات طبعا اللي صعبة والغاية دلوقتي بنصلي من اجلها الحقيقة سجن جيران السجن اللي هو في الحسكة الحقيقة الغاية دلوقتي من اول من يوم الجمعة وموضوع محاولة داعش ان هم يحرروا عناصرهم المسجونة في السجن ده والاشتباكات اللي كانت ما بين قصد القوات الكردية ومع القوات التنظيم الدولة الاسلامية داعش راح ضحيته عدد كبير من القتلى دلوقتي الوضع صعب جدا انه فيه طبعا نزحوا كتير من السكان الحسكة وكمان دلوقتي فيه اطفال حوالي 700 طفل في وضع صعب جدا والامم المتحدة بتقول انه 700 قصر واخداهم داعش كدروع بشرية ومازالت الحرب مستمرة الحقيقة والوضع صعب جدا بنصلي من اجل هذا الوضع وبنصلي ايضا من اجل السودان مظاهرات السودان مازالت مستمرة بيدعو لانه يكون فيه حكم مدني وللأسف كل يوم التاني بيموت عدد من الشباب المتظاهرين والاوضع لغاية دلوقتي متوترة في السودان منذ 25 اكتوبر اللي هو كان اعلن فيه البرهان اللي ما سماه السودانيون انه هو انقلاب عسكري وانه هم رفضين هذا الانقلاب اخر حاجة انه الرئيس الجزائري زار مصر النهاردة الرئيس الجزائري عم يجي التبون انه هيكون فيه مباحثات مع مصر وهنشوف الامور هترسي على ايه بشكركم لمتابعتنا وان شاء الله هيكون عندنا المزيد من الاخبار والاحداث مرة الاحداث من يوم الاربع اللي جاي انتظرونا الى اللقاء اشتركوا في القناة